أمني في البلاد ينضم إلينا الخبير الأمني والستراتيجي أعياد الطفان أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني بداية نفتح مجددا ملف الخروقات الأمنية التي بدأت بالتكرار مؤخرا بين كاركوغ وصلاح الدين وآخرها في ديالة يعني ما الأسباب برأيكم تفضل تحية طيبة لك سيد العزيز تحية لمشادي قناتكم الكرام من المؤسف جدا بعد عشر سنوات أن نتحدث عن خلايا نائمة أو نتحدث عن عمليات تجري هنا وهناك وتحدث خسائر ضد قواتنا المسلحة عشر سنوات لم نستطيع أن نحدد أساليب استراتيجية عمل الدواعش عشر سنوات لم ننشط العمل الاستخباري ولا نعتمد المواطن الذي يعتبر الركن الأساسي بالأمن وبناثق له حتى يكون مصدر لهذه القطاعات وأيضا إيصال كل ما يتعلق بمجرم داعش عشر سنوات ونحن نعلم أماكن وجودهم ولا نستطيع القيام بعمليات قوية جدا حتى نستأصل هذه الغدة السرطانية التي نهشت المجتمع العراقي والله أنا على المستوى الشخصي بدأت حتى أستحي بالحديث عن هذا الموضوع يعني نحن في صلاح الدين خلال شهر واحد 15 واحد بين شهيد وجريح من ضمنهم ضباط وأيضا نفس العملية تكررت جنوب غرب بعقوبة عندما انفجرت عبوة على اثنين من الصح وجرحه عبوة أخرى انفجرت عندما حضرت قوة ساندة ليستشهدون أشقاء أخوة اثنين والبعض الآخر يجرحون هل هذه لم تكرر في جميع قواطع التي عمل فيها تنظيم داعش طيب أستاذ عياد أين تهد الاستخباري إذا تسمح لي هنا كم مؤسسة استخبارية الموجودة في المحافظة أستاذ عياد هل هناك عراق بسيط لا يعرف أن المثلث ديالة صلاح الدين كاركوك هذا مثلث كان يسمى مثلث الموت ماذا فعلنا حتى نحدد داعش ونقضي عليه في هذه المنطقة طيب يعني استاذ عياد هل تعتقد أن تلك التعرضات هل تعتقد أن تلك التعرضات تحدث بدون تخطيط مسبق وماذا عن المعلومة الاستخبارية مقابل ذلك ولهذا أنا قلت أساس كل عمليات عسكرية حتى على مستوى الحارب أو التعرضات هي العمليات والجهد الاستخباري المعلومات الدقيقة هذه يعني حتى العمليات التي جرت الشهر الماضي عندما تعرضوا على أحدى النقاط وبالتالي قطعوا نار دقة الرمي استطاعوا تجميل كاملة المراقبة فقطعوا النار كمنوا للقوة التي قائمة للدعم والإسناد حضر أمر الفوج وكان بالتعقيد ركون ومعه حمايته وثلاثة عجلات من نوع حمر فتحوا النار استشهد أمر اللواء مع أمر الفوج عفوا ومعه أربع جنود من حمايته أليس هذا الاسلوب المتبع أما رمي مباشر أو رمي غير مباشر وعندما تأتي قوة الدعم أما ينصبون لهم الألغام وينظم لهم كمين هل هذا أمر بعيد ثانيا الجهد الاستخباري أي عملية هذا يعتبر فشل استخباري بامتياز الشرطة لديه مستخبارات مديرية الاستخبارات والأمن مديرية الاستخبارات العسكرية أيضا الأجهزة الأمنية الباقية هذا يدل على أنه لا تنسيق ولا تعاون بين كافة الأجهزة عدم تحديد القيادة والسيطرة في كثير من الأماكن وخصوصا ما بين الحشد والصحوة والجيش لا يوجد تعاون إطلاقا وهذه النتائج أعطينا وسنعطي خسار كبيرة نتيجة لقلة التجبير ولسوء التخطيط ولعدم جمع معلومات دقيقة أرواح تزهق لأن الباقين لا يكونون في مستوى القيادة ولا في مستوى الإمرة التي هم عليها ولهذا مجرمي داعش سيتمادون أكثر إذا استمر الوضع على هذا المنوال وهذا أمر يجب إعادة انفتاح القطاعات طيب أستاذ عياد تغيير القطاعات نعم الاعتماد بمنظومة اختيار الضباط والآميرين بصورة جديدة يعني استاذ عياد هل تعتقد أن هناك تسلل إرهابي داعش إلى العراق من سوريا والتواصل بينهم وخاصة أن الأحداث الأمنية وهروب الإرهابيين من سجون قاسد يعني قد يكون مقلقا في قادم الأيام أقولها معلومة أنا وصلتها عن طريق الهاتف لأصدقائنا كثيرا ولكنها لم تلغي ذانا صاغية قبل يومين أو ثلاثة دخلت قوة كما ذكرت جنابك من جهة سوريا وقوة كبيرة ذهبت باتجاه وادي حوران هناك رعاة الغنم ألقوا القبض عليهم واخذوا هواتفهم وحذرهم أن يبلغون بالقطاعات الأمنية بذلك الآن هذه المناطق الصحراوية والوديان التي موجودة منطقة الحسينيات ووادي حوران انتشار كثيف جدا يستطيعون استجواب الرعيان رعاة الغنم حتى يعلمون أن الانتشار لداعش بدأ يمر في تلك المناطق ورويدا رويدا بدأ يوصل لهذه المناطق الساخنة حتى جير المخمور أو هذا المثلث الذي ذكرناه بين صلاح الدين وكركوك وديالة نعم سيعاد انتشارهم في ظل انعدام كبير لليقظة والانتباه التي يجب أن تكون عليها كل الأزيزة الأمنية وليس الجيش فقط يا سيد العزيز الشهرين الماضيين تنظيم داعش الإرهابي بدأ يعيد بعض تنظيم حالة وقطاعاته وأيضا بعض العمليات التي كان يقوم عليها بعد سنوات من الهدوء هذا لا يعني أنا قلتها عبر قناتكم وأقولها نحن لم نقضي قضاء تاما على تنظيم داعش الإرهابي بل كل الذي قمناه بينزحناه من المدن وكثير منهم ذهب إلى من حيث أتى واحتل هذه المناطق إلى الصحاري إلى المدن وأطرافها وإلى مناطق الجبال يجب عادة النظر بعملية واستراتيجية قتال تنظيم داعش الإرهابي نعم وهذا تزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق طيب أستاذ عياد نستغل وجودك معنا ونفتح ملف آخر وهو ما صرح به نائب عن محافظة نينوى بوجود عمليات مداهمة وصفت بالمذلة في قضاء البعاج يعني تعيد ذكريات ما قبل 2014 هل هي سوء تقدير أم ماذا الأمر ليس بهذه الضخامة كما صور له قاطع الفرقة 20 نعم قاطع مهم جدا الذي يضم صحراء البعاج وأيضا صحراء الحضر والحدود العراقية السورية هذا القاطع منه انطلقت عام 2014 شراظ تنظيم داعش عندما احتلوا مدينة الموصل ما جرى نعم فيه خطأ من الطرفين في حي الرسالة في قضاء البعاج أحد المطلوبين أنا أعرف اسمه الثلاثي سأذكر فقط اسمه الأول ويدعى رياض مطلوب إلى استخبارات وأمين نينوى على المادة أربع إرهاب وفيها أمر قبض خرجت قوة من استخبارات الفرقة 20 إلى حي الرسالة عملت طوق خارجي وطوق قريب عن المنزل الساعة الثامنة صباحا بدون تنسيق مع الشرطة وهذا لا يجوز خوفا من تسرب المعلومة ومن ثم هروب المضمون أو المتهم تم القبض عليه وتسليمه إلى استخبارات وأمن محافظة نينوى تم تفتيش الدور المحيطة له تم القبض على مجموعة من الأسلحة بنادق ومسدسات البعض تم إعادته عندما تم جلب كتب تأييد تؤيد بأن هذا السلاح يعود إلى مقاتلين ضمن الحجد الشعب التابع للنائب عبد الرحيم الشمري أو هذا مرخص نعم أنا لست مع تجريد العشائر من السلاح حتى لا نرتكب خطأ 2014 عندما تم تجريد العشائر والقرى من الأسلحة والجيش انسحب وتركهم لغمة سائغة إلى تنظيم باعش لكن بنفس الوقت نرجو أن يطبق القانون بأن تصرح لهذه العوائل والأشخاص والبالغين بحمل السلاح وحيازته حتى لا يكون سلاحا خارج القانون ما حدثه وسوفهم بسيط ممكن تداركه الأكبر من هذا العمل كله والفعل هو أهمية هذا القاطع الكبير كما هنا أريد أن أذكر أن قائد الفرق العشرين متعاون جداً مع القرى والعائدين من معسكر الهول وأيضاً من النازحين من قرى الأزيديين ومن قرى العرب وهناك تنسيق لتهدية الأجواء بينهم كما أن هذا القائد على المستوى الشخصي لديه شقيقين شهداء وابنه أيضاً شهيد في عجلة مفخخة وكان عمره ثلاث سنوات إذن التنسيق وعدم التوتر والاهتمام بأهمية هذا القاطع هي أكبر من الفعل ذاته وعملية ممكن تجاوزها بالتنسيق والتعاون المشترك ما بين الشرطة والحشد والجيش نعم الخبير الأمني والستراتيجي الأستاذ عياد الطوفان كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكراً جزيلاً لانضمامك إلينا